بينما يرزح العراقيون تحت نير أوضاع بالغة الصعوبة ويواجهون ألوانا شتى من المعانة والأزمات فإن ثمت من يكدس خزائنه في بنوك الغرب على حساب الشعب عبر صفقات فساد في قطاع هو الأهم في العراق الذي يعتمد على النفط مصدر رئيسا للدخل القومي محكمة بريطانية قضت بسجن المدير السابق لشركة أوناءيل ستيفن وايتلي لمدة ثلاث سنوات على خلفية ملفات فساد أثناء عمل الشركة بالعراق بعد إدانته بالتآمر لدفع رشاوة بقيمة أكثر من نصف مليون دولار للمسؤولين في العراق للحصول على عقد عمل هناك الفساد في القطاع النفطي في العراق لا يقتصر على صغار المسؤولين فقد سبق أن كشفت تحقيقات صحفية عن تورط عدد من وزراء النفط وكبار المسؤولين في الوزارة عبر الحكومات المتعاقبة في العراق في صفقات فساد كبرى اصرفت الملايين من الدولارات كرشاوة للمسؤولين العراقيين خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2005 وحتى عام 2014 بعضها ذهب مباشرة إلى وزيرين للنفط في حكومات سابقة حكمت العراق من المنطقة الخضراء وبعيدا عن القطاع النفطي فإن الفساد في العراق قد مد جذوره إلى كل مفاصل الدولة حتى طال قطاع التسليح في وزارة الدفاع وما شحنة الأجهزة الفاسدة للكشف عن المتفجرات منا ببعيد اللافت أن الرشاوة التي تدفع إلى المسؤولين الحكوميين في العراق حولتهم إلى أثرياء إذ أن بعضهم يقضي يوما واحدا في أوروبا يصرف خلاله أكثر من مائة ألف دولار بينما الكثير من العراقيين لا يجدون وظيفة تؤمن لهم مصدر رزق كريم